موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله مشاهدين الكرام من هنا من ساحة مسجد الشيخ زايد طيب الله ثراه في إمارة الفجيرة نأتيكم في برنامج مدفع الافطار يوميا طيلة شهر رمضان المبارك ونأخذ هنا جولة مع الأطفال الموجودين هنا ومصابقات وهذه دعوة لكل سكان الفجيرة ومقيمين الفجيرة أنهم يون ويشاركون في برنامج مدفع الافطار مع الشباب الطيبين طبعا اليوم رح نتكلم عن ذكرى رحيل القائد والمؤسس والوالد الشيخ زايد طيب الله ثراه بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان الأنهيان طيب الله ثراه الذي حمل بين ثناياه سجلا حافلا بالعطاء والخير للوطن من دون مقابل فكان نموذجا في التسامح والتضحية في عصر ندر أمثاله بعد أن استفاد من تجربة ثرية في حياة الصحراء التي اكتسبتها الحكمة والكرم والشهامة فكانت هذه الصفات رصيدا في شخصية الوالد رحمه الله تعالى فكان خير الأب لشعبه وكان خير المؤسس لهذه الدار اللهم اسعده كما اسعدنا اللهم اغفر له يا رب العالمين اللهم اغفر لباني هذا الاتحاد لكن اليوم قبل نتكلم أكثر معنا الأستاذ أحمد مدرس حاب يشارك ويقول كلمة عن المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد طيب الله ثرات فضلوا السادة أحمد بسم الله الرحمن الرحيم في هذه الأيام المباركة شهر رمضان الكريم عاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات ندعو الله عز وجل أن يتغمد الشيخ زايد باني دولة الإمارات ومؤسس دولة الإمارات أن يتغمده برحمته وأن يدخله فسيح جناته وأن يتجاوز عن سيئاته واجعله مع الصديقين والنبيين والشهداء اللهم أمين الشيخ زايد طيب الله تراه كان والد لكل العرب ليس للإماراتيين فقط شكرا على هذه المشاركة القيمة أستاذ أحمد سعدنا بتواجدك معنا تشرفتنا شكرا لك شكرا نرجع هنا مع أطفالنا ونبدأ بهذه اللوحة الحلوة اللي مع الأمور أرفع اللوحة هذه اللوحة هذه اللي موجود فيها رمضان والخير زايد اللي هو شعار تلفزيون الفجرة أو شنو نتعرف عليك اسمك تالة من وين يا تالة سودان يا تالة أنت سويت اللوحة هذه مع أمي سويت اللوحة هذه مع أمي نعم الشيخ زايد رحمة الله عليه كان هو الخير كله الله يرحمه ويغفر له أبيش تدعين دعوة للشيخ زايد ومنعطيك عليها جائزة اللهم أمين يا رب العالمين اللهم أخفر لبابا زايد هذه جائزة مقدمة من مروان عباس للسيارات تفضلي يا تالة شكرا لك على مشاركتك أنت واختك الظغيرة مستمرين معاكم ونتعرف على نتعرف عليك نتعرف عليك شو اسمك كالي فيصل تعال يا ثاني تعال انزل من الخط الأحمر انزل من الخط الأحمر تعال يا ثاني كم عمرك يا ثاني أربع سنوات أربع سنوات أربع سنوات ولا خمسة أربع انتبه السؤال سهل ولا صعب سهل تعال يا ولد شوي تعال لشان الكاميرا تطلع تعال أيوة تعال كذا تعال أيوة حبيبي تعال انزل يا ثاني تبه السؤال سهل في أي تاريخ تم اطلاق عام التسامح 2018 صح ولا غلط صح خمسة وعشرين واثنعشر في 2018 صح صح تستلم جائزتك من الشرطي اللي موجود هناك ومبروك يا ثاني يلا استلم جائزتك هناك ثاني كان متفاعل جدا قبل الهوى لكن مع الهوى استحى ثاني روح عندي شرطي اللي هناك واستلم جائزتك يا ثاني تفضل يلا مستمرين معاكم أنا اللي راح أختار نتعرف عليك اسمي حمدة من وين يا حمدة أبوضبي أنت يا يا من أبوضبي يا حمدة يا 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 عدنا الفجيرة اليوم شو رايش في الفجيرة واجواء الفجيرة حلوة صف كم يا حمدة ثاني صف ثاني حمدة أبيش تدعين دعوة لبابا زايد وعطيت عليها جائزة حلوة وأنا إ另اج أبوضبي يا حمدة أنني بتأتي إبجاء الفجيرة Kristen ḥ Adrián hydro saw 1800 إنه إنه كم رائحة سياحية في الفجيرة أنا United أنا ساعد أهلا قمت ماد رائحة سياحية نحن مجتمرين معكم مشاهدينا الكرام أنا اللي راح اختاركم تعال السلام عليكم عليكم السلام تعرف عليك وعلى اسمك محمود كيف حالك يا محمود كيف الصيام وياك يا محمود كويس كويس ولا نص نص لا كويس ما في تعب مع المدرسة مع النشاط اليومي ما في تعب في الصيام لا ربنا ما يساعدني حلوة هذه الكلمة دوما اللي يصوم ربنا يساعد صحيح زين بسألك سوال وهو سوال من القيادة العامة لشرطة الفجيرة في أي عام تم اعتماد النشيد الوطني الإماراتي يعني هو قريب من عام الاتحاد في عام 1971 صح عام 1971 عام 1971 عام 1971 عام 1971 تم اعتماد النشيد الوطني الإماراتي إجابة صحيحة تستلم جائزتك من الشرطة الموجودة هناك تفضل معنا وشكرا على هذه المشاركة القيمة اللي كانت معنا نحن مازلنا مستمرين معاكم ونبقى نختار ناس نحن نختار الكل والكل يكسب معنا إن شاء الله شوفوا لا تمسكوا الخط الأحمر علشان ما تصير الأخبطة معاكم خلونا نتعرف عليك شو اسمك؟ اسم يوسف هيا يا يوسف من وين يا يوسف؟ من سوريا أصف كم يا يوسف؟ أصف كيجي وان أي مدرسة يا يوسف؟ مدرسة الأكاديمية مدرسة الأكاديمية صايم اليوم أو أفاطر يا يوسف؟ صايم أكيد صايم أو نص صايم؟ نص صايم صايم؟ ماذا تريد أن تقول أصحابك والناس الذين يشوفونك عالتلفزيون؟ ماذا تريد أن تقول لهم؟ ماذا تريد أن تقول لهم؟ يوسف لماذا تستحيل من الكاميرا؟ وما تلابس؟ هذا توم جيري؟ نعطي جائزة لنا الجائزة من مركز هنوبر الطبي اليوم كلكم متفاعلين معنا نحن نقول رمضان؟ نريم اليوم أنتو تعبانين شوية نحن دوما نقول الله يرحم اليوم ذكرى وفاة بابا زايد الله يرحمها ويغفر له إن شاء الله تعالى اللي أسعدنا في هذا الدار وخلانا من أسعد الشعوب أنت أنا أول مرة أتعرف عليك أحين خلصت الجواز بش نحن نتعرف على الناس اللي ويانا نتعرف عليك أنت الأمورة روح ورجعوا ورا عشان الكاميرا تطلعكم نتعرف عليك ما اسمك؟ نايا من أين يا نايا؟ من هذا من أين هذا؟ نرجعوا عشان نايا تطلع في الكاميرا عشان يشوفون رفقاتها في الكاميرا صحيح نايا؟ ما تقولين لأصحابك اللي قاعد يشوفونك في الكاميرا الحين يا نايا؟ سهيلة ودانا سهيلة ودانا خلوها توجه الرسالة لسهيلة ودانا ما تقول له سهيلة ودانا أصحابك؟ من أصحابي صحابي شوفوا برنامج المدفع صح؟ ايه نتعرف عليك نتعرف عليك اسمي منصور من وين يا منصور؟ من البدية كيف شفت المشاركة هنا يا منصور؟ يعني يوم كنت سائر كنا نتسيح في الجيرة عشان يشتري حق العيد ايه وبعدين قلتوا لازم نشاركونوا يانا في البرنامج لا؟ نعم صح ان شاء الله تشارك يانا مرة ثانية بعد اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمال يا رب العالمين اللهم رحمتك نرجو وإياك ندعو فأدم علينا نعمك يا رب العالمين وضاعف لنا أجورنا وحسناتنا يا رب العالمين اللهم تقبل منا صالح أعمالنا يا رب العالمين اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين اللهم اخفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين تقبل الله صيامكم وصالح أعمالكم فطورا شهيا إن شاء الله اللهم اخفر لنا أعطيه طابق الآن المدفع جازينا نراسم الفطار سيدي بسترام سيدي عرص المدفع إلى الأمام مع التداسر مدفع الأفطار جاز مدفع المغرب الن是不是عني كتبه مدفع اشتركوا في القناة